بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في شرح الدرس الثاني من الوحدة الرابعة من كتاب التربية الإسلامية للصف السابع الفصل الأول تعرفنا في الدرس السابق على درس القائد الرسول والآن الدرس الذي بين أيدينا بعنوان غزوة بدر الكبرى عام 2 هجر ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى إنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كثير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ في بداية شرح الدرس يوجد نشاط صفحة 56 سنتطرق إلى حله ومن ثم سنبدأ بتفصيل الدرس وشرحه نستنتج ثلاثة الدروس نستفيدها من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين بين أيدينا آية كريمة ريدوا بنا أن نستنتج ثلاثة دروس منها الدرس الأول السبات في أرض المعركة عند لقاء العدو والثاني ضاعة الله ورسوله والثالث عدم التنازع لأنه أساس الفشل وتفكك المجتمعات تعرض المسلمون في مكة المكرمة للإضطهاد الشديد فخرجوا مهاجرين يريدون المحافظة على دينهم تاركين دورهم وأموالهم فاستولى الكافرون عليها وكان المهاجرون في فقر شديد يعينهم إخوانهم من الأنصار سبب الغزوة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة لقريش يقودها أبو سفيان عائد من الشام محملة بثروة كبيرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالخروج لملاقاتها والاستيلاء عليها تعويضا عن أموالهم التي استولى عليها الكافرون وكان عدد الجيش المسلمين نحو ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا سبب الغزوة فيما يقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه خبر أن أبو سفيان عائد من الشام ولديه قافلة يقودها محملة بثروة كبيرة فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يخرجوا إلى هذه القافلة ليستولوا عليها لماذا تعويضا عن أموالهم التي استولى عليها الكافرون وكان عدد المسلمين عدد جيشهم نحو ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا أبو سفيان يستنجد بقريش ويغير طريقة علم عندما علم أبو سفيان بخروج المسلمين لاستيلائهم على القافلة قام بإرسال إلى قريش يستغيثهم ويطلب منهم العون فخرجت قريش مسرع بجيش يزيد عدده عن ألف مقاتل غير أبو سفيان طريقه واستطاع أن ينجو بالقافلة من المسلمين ثم أرسل إلى قريش يخبرهم بذلك وطلب منهم الرجوع إلى مكة أبو جهل يصر على الخروج إلى بدر عندما عرفت قريش من أجاة هذه القافلة أرادت الرجوع إلى مكة المكرمة ولكن أبو جهل رفض ذلك لماذا رفض ذلك وأصر على الذهاب إلى بدر وأقام هناك ثلاثة أيام قاموا بذبح الإبل ويشربون الخمر فتسمع العرب بجمعهم ومسيرهم فلا تزال تهابهم أي أنما أبو جهل أصر على المكوث في بدر حتى تخشاه وتهابه الناس وتسمع بجمعهم ومسيرهم النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر خروج قريش إلى بدر قام باستشارة أصحابه فتكلم عدد من المهاجرين وشجعوا على الخروج لقتال قريش هنا يقول أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم بمبدأ جميل وهو مبدأ المشاورة بين أصحابه أي أنه لم يتخذ القرارات لوحده بل كانت المشورة بينه وبين أصحاب فعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر خروج قريش إلى بدر استشار أصحابه فتكلم عدد من المهاجرين وشجع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج لقتال قريش ومنهم المقداد من عمرو الذي قال انضي لما أراك الله فنحن معك ولا نقول لك كما قالت بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب منهم المشورة هل يذهب للقتال أم لا يذهب يريد بذلك أن يسمع رأي الأنصار فتكلم سعد بن معاذ وكان مما قاله امضي يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعردت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء هنا سعد بن معاذ قال امضي يا رسول الله فنحن أينما ذهب نحن معك ولن نتخلى عنك وسنقوم بالمحاربة معك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه قبل المعركة استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ودع الله سبحانه وتعالى اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إنك تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض وما زال يدعو ربه مادا يداه مستقبلا قبلة حتى سقط ردائه عن منكبيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشروع في المعركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله مع أنه يعلم أن الله دائما مع أهل الحق وأن الله يسانده ويدعمه فما كان منه إلا أن يأخذ بالأسباب وأن يدعو الله سبحانه وتعالى فقال اللهم آتني ما وعدتني به اللهم أهلك هذه العصابة التي لا تعبدك وما زال يدعو حتى سقط ردائه عن منكبيه من شدة الدعوات ورفع الأيدي نأتاه أبو بكر فأخذ ردائه وألقاه على كتفيه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فهنا عندما رأاه أبو بكر وضع الرداء على كتفيه وقال يا نبي الله يكفيك مناشدتك لربك فإنه سينجزك ما وعدك به المبارزة بدأت الغزوة صباح يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة وخرج عطبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عطبة يطلبون المبارزة فخرج إليهم علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وحمزة فقتل علي الوليد وقتل حمزة شيبة وخرج عبيدة وعطبة كل منهما الآخر وجرح عفوا وجرح عبيدة وعطبة كل منهما الآخر فانقض علي وحمزة على عطبة فقتله واحتملا عبيدة إلى معسكر المسلمين وقد استشد بعد ذلك بسبب إصابته انتصار المسلمين في المعركة من بعد المبارزة التي قاموا بها المسلمين والكفار اشتد القتال وأيض الله سبحانه وتعالى المسلمين بالملائكة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين على القتال ويقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وهاجم المسلمون جيش المشركين هجوما قويا يسوقهم الإيمان الراسخ والرغبة الصديقة في الاستشهاد فانهزم المشركون وحقق المسلمون نصرا كبيرا وقتل في تلك الموقعة سبعون من صناديد المشركين وأسر سبعون واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا وبذلك نكون قد انتهينا من تفصيل معركة بدر سننتقل الآن إلى حل أسئلة التقويم صفحة 59 السؤال الأول أوضح سبب غزوة بدر هي محاولة المسلمين الاستيلاء على قافلة قريش التجارية السؤال الثاني أكمل الفراغ فيما يأتي واحد وقعت غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة في يوم السابع عشر من شهر رمضان نين كان عدد جيش المسلمين في غزوة بدر ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا وكان عدد جيش المشركين ألف مقاتل ثالثا كان عدد قتل الكافيرين في غزوة بدر سبعة قتلى وكان عدد شهداء المسلمين أربعة عشر شهيدا السؤال الثالث كيف استطاع أبو سفيان النجاة بالقافلة قام أبو سفيان بتغيير اتجاه القافلة وبذلك نجا من المسلمين السؤال الرابع أبين نتيجة المبارزة في بداية غزوة بدر قتل من المشركين المبارزين الثلاثة واستشهد من المسلمين مبارز واحد السؤال الخامس أوضح دور كل مما يأتي في غزوة بدر واحد المهاجرين قاتلوا بشجاعة اتنين الأنصار قاتلوا أيضا بشجاعة ثلاثة الملائكة حيث نزلت الملائكة بالسكينة على المؤمنين ورفعت من روحهم المعنوية أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكو كتير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة